تشهد العلاقات بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى توترات غير مسبوقة بلغت ذروتها في الأسابيع الماضية وسط اتهامات وتهديدات متبادلة وفي ظل تصاعد التوترات أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين امتلاك بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غاليا وفي المقابل اتهمت موسكو أوكرانيا بتعزيز قدراتها العسكرية عبر استقدام عناصر ومعدات ثقيلة إلى شرق البلاد وذلك بعد أن نشرت كييف 125 ألف جندي على حدودها أي ما يمثل نصف القوات المسلحة الأوكرانية وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي التقارب مع روسيا من خلال نيته في إجراء مفاوضات مباشرة يرفض بوتن هذه الدعوة نافيا أي دعم منه للانفصاليين الموالين له في أوكرانيا حيث علق على خطاب زيلنسكي بقوله إنها حرب أهلية لا يمكن وقفها إلا من خلال مفاوضات بين الأوكرانيين معطيات تزيد من تعقيد المشهد جعلت رئيس أركان الجيش البريطاني يحذر من خطر نشوب حرب شاملة بين الغرب وروسيا حيث أكد أن التوتر أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة وهدد وزير الخارجية الأمريكي روسيا باتخاذ تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كانت واشنطن قد امتناعت عن استخدامها في الماضي فكيف ستكون تداعيات الأزمة التي تعيشها روسيا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهل سيسهم تزايد هذا التوتر في أن تخف وطأة التدخل الروسي في الملفين الليبي والسوري